يعطيكم العافية معكم الأستاذ طارق القاسم من موقع وتد التعليمي منصة أوائل المملكة طبعا اليوم إحنا عاملين مراجعة سريعة لجميع الأسئلة الوزارية للأوراق النقاشية هلأ أنا بعرف أنه أغلب الطلاب أستاذ بالنسبة للأوراق النقاشية بتصعبوها يعني الطالب بحب يجيب علامة كاملة 200 من 200 وبيقدر يسيطر على المادة كاملة ويحفظها كاملة بس باستثناء الأوراق النقاشية بواجه فيها صعوبة إحنا عن طريق هذه المراجعة راح نراجع جميع الأسئلة الوزارية اللي إجت على الأوراق النقاشية إضافة إلى الأسئلة المتوقعة بالأوراق النقاشية خلينا إحنا نأخذ جميع الأسئلة الوزارية اللي إجت على الأوراق النقاشية مع الأسئلة المتوقعة هلأ في عندي السؤال الأول السؤال الأول بيحتيلي واحدة من الآتية لا تعد من الممارسات الديمقراطية الاجتماعية التي يجب اتباعها لتعميق الديمقراطية بالوراق النقاشية الأولى هلأ بالورقة نقاشية الأولى إجي عندي وأربع ممارسات دي مقراطية 1- احترام الأراء 2- المواطنة مرتبطة بواجبات المسائلة 3- الاختلاف الرائي لايعن فرقة 4- أفراد المجتمع شركاء التضحيات وتحقيق المكسب السؤال بحكيلي 1- ما تعد مناعش في المعرسات الديمقراطية يعني هناك نقطة غلط 1- احترام الأراء تعد من المعرسات الديمقراطية 2- الاختلاف الرائي لايعن فرقة أيضاَ عن المعرسات الأخ social المواطنة مرتبطة بواجبة المسائلة التي لا تعد من الممارسات الديمقراطية اللي هي الحفاظ على حقوق الأقليات هلأ في عندي سؤال رقم 2 هلأ من سؤال رقم 2 ولغاية سؤال رقم 7 في عندي عنوين الأوراق النقاشية هلأ أنا كطالب بالامتحان بالوزارة بدي أكون حافظ عنوين الأوراق النقاشية شوف علي سؤال رقم 2 بيحكيلي مسارتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة هو عنوان أي ورقة نقاشية الأولى بس أشوف بالامتحان كلمة مسارتنا وديمقراطية هو عنوان الورقة النقاشية إيش الأولى سؤال رقم 3 بيحكيلي تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنين هو عنوان الورقة النقاشية الثانية بس تشوف كلمة تطوير مع ديمقراطية هو عنوان الورقة النقاشية الثانية سؤالي بعده أدوار تنتظرنا لنجاح الديمقراطية بس أشوف بالامتحان كلمة أدوار مع ديمقراطية عنوان الورقة النقاشية الثالثة إذن أنا كعنوين أول ثلاثة فيهم ديمقراطية لحد الآن بس تشوف كلمة مسارتنا وديمقراطية عنوان الورقة النقاشية الأولى بس تشوف كلمة تطوير ومعها ديمقراطية عنوان الورقة النقاشية الثانية إحنا بنحكي على العنوين بس تشوف كلمة أدوار وديمقراطية عنوان الورقة النقاشية الثالثة هلأ بالنسبة للسؤال اللي بعده اللي هو سؤال رقم خمسة تمكين الديمقراطية ومواطنة فعالة تمكين الديمقراطية ومواطنة فعالة هو عنوان الورقة النقاشية الرابعة بس أنا بدي أحكي شغله هلأ في عندي النقطة في الورقة النقاشية الرابعة عليها إيش عنوانين تمكين الديمقراطية وعنوان الورقة النقاشية الرابعة طب كمان عندي إياها مواطنة فعالة يعني جاك سؤال بالامتحان تمكين الديمقراطية تقول له رابعة طب أجاك سؤال بالامتحان عنوان اللي بيحكي عن المواطنة الفعالة برضو إيش رابعة فالورقة النقاشية الرابعة إهلا إسمين التحول الديمقراطي بس أشوف كلمة تعميق وديمقراطية عنوان الورقة النقاشية إيش الخامسة إذن أنا صرت أخذ أول عنوين الأوراق الخمسة النقاشية كل ياتم فيهم ديمقراطية بس أشوف كلمة مسير اثناء وديمقراطية عنوان ورقة النقاشية الأولى تطوير وديمقراطية عنوان ورقة النقاشية التانية أدوار مع ديمقراطية تالتة الرابعة لها اسمين تمكين الديمقراطية ومواطنة فعالة الخامسة تعميق الديمقراطية بقوله عنوان الورقة النقاشية الخامسة هلأ بالنسبة للورقة النقاشية السادسة والسابعة كعنوين ما فيهم كلمة ديمقراطية ليش؟ لأن السادسة سيادة القانون والسابعة تطوير التعليم فلذلك في عندي أجانة السؤال بسؤال رقم سبعة حكاة لتطوير التعليم بس تشوف كلمة تطوير التعليم هو عنوان الورقة النقاشية إيش السابعة بينما السؤال اللي تحته اللي هو سؤال رقم تمانية سيادة القانون وأساس الدول المدنية هو عنوان الورقة النقاشية إيش السادسة إذن عندنا السادسة سيادة القانون والسابعة تطوير إيش التعليم أنا هيك احفظت عنوين الأوراق إيش النقاشية هلأ السؤال اللي بعد تسعة كل من يأتي من أطراف العملية السياسية كما جاء بالورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك مع عدد قبل ما أخذ هذا السؤال في عندي أنا أطراف العملية السياسية أنا في عندي خمس أطراف العملية السياسية أحزاب نائب مواطن رئيس وزراء وملكيه هاشمية هذول إيش منسميه مستاذ أطراف العملية السياسية كم طرف العملية السياسية؟ خمسة أحزاب نائب مواطن رئيس وزراء ملكيه هاشمية السؤال بيحكي لكل من يأتي من أطراف العملية السياسية كما جاء بالورقة النقاشية الثالثة ما عادا الأحزاب آه من أطراف العملية السياسية مجلس النواب اللي هو النائب أكيد في عندي كمان دال مجلس الوزراء اللي هو رئيس الوزراء أكيد الذي لا يعد من إيش من أطراف العملية السياسية هو المجلس إيش القضائي لأنه أطراف العملية السياسية 5 أحزاب نائب مواطن رئيس وزراء وملكية إيش هاشبي هلأ سؤال رقم 10 كل من يأتي من الأهداف التي وضعها جلالة الملك عبدالله التالي لتحقيقها كما ورده بالورقة النقاشية الخامسة مع عدن هلأ جلالة الملك حق بالورقة النقاشية الخامسة مجموعة من الأهداف تطوير قوانين تطوير أداء القطاع العام يعد من الأهداف التي وضعها جلالة الملك تطوير قوانين سياسية أيضا تعد من الأهداف قيام مؤسسات المجتمع المدني تعد من الأهداف التي لا تعد من الأهداف التي وضعها جلالة الملك بالورقة النقاشية الخامسة اللي هي النقطة رقم جين بناء قدرات السلطة إيش التشريعية هي بالكتاب بناء قدرات السلطة القضائية فهي لا تعد من إيش من الأهداف لأنه كتب لكلمة سلطة تشريعية هي بالكتاب بناء قدرات السلطة القضائية هلأ سؤال رقم 11 سؤال رقم 11 كل من آتي من الأدوار المنتظرة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء كما جاء بالورقة النقاشية الثالثة ما عدا هلأ رئيس الوزراء له مجموعة من المهام رئيس الوزراء له مجموعة من المهام موجودة بالورقة النقاشية الثالثة نيل الثقة النيابية تعد من الأدوار لرئيس الوزراء تبني الشفافية والحكمة كذلك من أدوار المنتظرة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء اللي هين نخترق أمدال تطوير قوانين تطوير رؤية واضحة لحياتنا السياسية ليش؟ لأن رئيس الوزراء له ثلاث مهام هيكتب لك إياه بناء للثقة النيابية بحط معايير لعمل حكومي وبتبنى الشفافية والحكمة بتبنى الشفافية والحكمة بحط معايير لعمل حكومي وعند إياها بناء للثقة النيابية هاي إيش منسميها؟ مهام رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء فالنقطة ده لا تعد من مهام رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء هلأ أنه سؤال رقم 12 سؤال رقم 12 بيحكي لي من محطات الإنجاز التشريعي من محطات الإنجاز التشريعي التي حققها الأردن للحفاظ على زخم مسيرته الإصلاحية كما جاء بالورقة النقاشية الخامسة بالورقة النقاشية الخامسة في عندي محطات إنجاز تشريعي وإنجاز مؤسسي السؤال بيحكي لي من محطات الإنجاز التشريعي يعني شو؟ يعني بده النقطة الوحيدة اللي طلع ليها صح يعني طلع لي واحدة من هدول الأربعة صح كمحطة إنجاز إيش تشريعي هلأ في عندي نقطة جين بقول لك في عندي هاية مستقل الانتخابات لا ليست إنجاز تشريعي ولا محكمة دستورية ولا الميثاق الوطني استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة هي عندنا ياها من محطات الإنجاز إيش التشريعي لأنه عندنا من محطات الإنجاز التشريعي اللي هي تعديلات دستورية تعزيز الحريات مؤسسات ديمقراطية جديدة وحزمة جديدة من التشريعات أنا محطات الإنجاز التشريعي أربعة شنظلك حفظهم تعديلات دستورية تعزيز الحريات حزمة في عندي مؤسسات ديمقراطية جديدة وحزمة جديدة من التشريعات إذن مؤسسات ديمقراطية جديدة تعد من محطات الإنجاز التشريعي أكيد هلأ في عندي السؤال رقم 13 من محطات الإنجاز المؤسسة التي حققها الأردن بالورقة النقاشية الخامسة هلأ بالورقة النقاشية الخامسة أنا في عندي نقطتين إنجاز مؤسسي كتب ليهم بالكتاب محكمة دستورية وهيها مستقل الانتخابات مين اللي فيهم عنا إياهم بس هيها شايفها هيها مستقل الانتخابات كم هو إنجاز مؤسسي أنا عندي؟ نقطتين هيها مستقلة بالكتاب هيها مستقلة ومحكمة دستورية هو قال لك هنا طلع للنقطة اللي هي من إنجاز إيش المؤسسي فإنشاء هيئة مستقل الانتخابات هي إنجاز إيش مؤسسي هلأ سؤال رقم 14 بدنا نركز عليه بالامتحان للوزارة برضه هو سؤال 15 و 16 يعني نركز عليه بالامتحان للوزارة واحد من الآتية لا تعد من أطراف العملية السياسية احنا قبل شوي اخذناه هذا السؤال أطراف العملية السياسية أحزاب نائب مواطن رئيس وزراء ملكية هاشمية المواطن يعد من أطرافها والملكية هاشمية ومجلس النواب المجلس القضائي رد هنا عاد السؤال بس شوف الملكية والمجلس والمواطن من أطراف العملية السياسية التي لا تعد من أطراف العملية السياسية اللي هو المجلس أياش القضائي هلأ في عندي السؤال بعده مين هو اللي بلتزم بالعمل الجماعي وبكون عنده برامج وطنية واضحة وبرامج قوية بتستجيب لتطلعات المواطنين ركز عليها اللي بلتزم بالعمل الجماعي وبكون عنده برامج وطنية واضحة وبرامج قوية اللي هي عنديها الأحزاب مين اللي بيخدم الصالح العام بالسؤال اللي بعده سؤال 16 اللي بيخدم الصالح العام وبيسوي توازن بين مصالف المحلية والوطنية خدها قاعدة أساسية اللي هو عندي إياها إيش النائد بيخدم الصالح العام وبيسوي توازن بين مصالح المحلية والوطنية هلأ في عندي السؤال اللي بعده من محطات الإنجاز المؤسسي ردعد السؤال من محطات الإنجاز المؤسسي إحنا حكينا كم إنجاز مؤسسي عندي بالورقة نقاشية الخامسة في عندي اتنين محطات إنجاز مؤسسي محكمة دستورية وهي مستقل الانتخابات إذن عندي يا جواب إيش ألف محكمة دستورية هلأ في عندي السؤال اللي بعده 18 من الأسل الوزارية السابقة تناولت الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك بحكي لعن عنوانها شو عنوان الورقة النقاشية السابعة حكالي السابعة بقول له تطوير إيش تعليه سؤال 19 كل من يأتي من المحاور التي نوه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني في الورقة النقاشية الثالثة هلأ في عندي جلالة الملك حط مجموعة من إيش من المحاور في الورقة النقاشية محاور حكاليهم ثلاثة القيم الضرية لإنجاز التحول الديمقراطي من المحاور الأدوار من أطراف العملية السياسية تعد من المحاور الجمع بين الوزارة والنيابة تعد من المحاور التي لا تعد من المحاور اللي هي نقطة رقم دال الخطوات والمتطلبات لتطوير نظامنا الديمقراطي إذن في عندنا أنا ثلاث محاور أول شيء أطراف العملية السياسية هذا محور هذه المحاور في الورقة والقيم الضروري لنجزل التحول الديمقراطي محور والجمع بين الوزارة والنيابة محور التي لا تعد من المحاور لنخترق مدال الخطوات والمتطلبات لتطوير نظامنا الديمقراطي هلأ سؤال رقم 20 بحكي لي كل من يأتي من المبادئ الراسخة للنهج الإصلاحي بالأردن كما ورد بالورقة النقاشية الثانية هلأ بالورقة النقاشية الثانية في عندي إيش مبادئ راسخة هلأ في عندي صون حقوق الأقليات صح الاختلاف في الرأي لا يعني الفرقة طبعا والاتزام بالتعددية السياسية وفرص عادل للتنافس السياسي التي لا تعد من المبادئ الراسخة اللي هي الاختلاف في الرأي لا يعني إيش الفرقة هلأ صون حقوق الأقليات تعد من المبادئ الراسخة وكذلك الاتزام بالتعددية السياسية وفرص عادل للتنافس السياسي هاي من مارسات الديمقراطي التي وردت في الورقة النقاشية الأولى الاختلاف في الرأي هي مش من المبادئ الراسخة للنهج الإصلاحي هو بقول لك كل ياتهم من المبادئ الراسخة ما عدا يعني طلع النقطة الغلط صون حقوق لقليات صح وعندي الاتزام بتعددي سياسي صح من المبادئ الراسخة للنهج الإصلاحي وفرص عدل التنافس السياسي التي لا تعد من المبادئ الراسخة اللي هي النقطة رقم جي من الاختلاف في الرأي لا يعني إيش الفقر طبعا بالامتحان بالوزارة رح نحكي عن الورقة النقاشية الورقتين النقاشية المتوقعات بالامتحان الوزاري طبعا في البث اللي رح يكون فيه عنا بنهاية الليلة الامتحان بالوزارة يعطيكو ألف عافية طلاب